نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة أكرا بدولة غانا وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الافريقي والمقرراء الأحد وذلك على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية نيباد ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الأحد كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية النيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقري تحت مظلة أجندة 2063 بمشاركة عدد من رئساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الافريقية كما أنه من المقرر أن يعقد دكتور مصطفى مدبولي على هامش زيارته إلى غانا لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين لبحث الملفات ذات الصلة بتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة الافريقية ترجمة نانسي قنقر